هل تسألتم يوماً ما هو الجبر؟ وهل هو فعلاً صعب كما يظن البعض؟ لا تقلقوا في هذا الفيديو سأشرح لكم الجبر بطريقة بسيطة جداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً لكم في قناتكم ميس ماث بلس يعد الجبر واحد من أهم فروع الرياضيات ولكن ما هو على وجه التحديد؟ ببساطة الجبر هو طريقة لحل المشكلات باستخدام الرموز والأرقام تخيل معي أنك ذهبت إلى المكتبة لشراء مجموعة من الحاجيات للمدرسة وبعد القيام بعمليك التسوق راجعت ورقة الطلبات التي لديك ولاحظت أنك بحاجة إلى 6 دفاتر وأنت بالسعر قد قمت بشراء 4 دفاتر منها والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما العدد المتبقي لتصل إلى 6 دفاتر المطلوبة؟ ونستطيع التعبير عن هذه المسألة بالأرقام 4 زائد عدد مجهول يساوي 6 وهنا يأتي دور الجبر حيث يساعدنا على معرفة قيمة المجهول باستخدام معادلات بسيطة فنقوم أولاً باستبدال المجهول بأحد الأحرف الإنجليزية هنا سنستخدم الـ X بدلاً من المجهول وتصبح لدينا المعادلة 4 زائد X تساوي 6 ومن ثم تتبع خطوات حل المعادلات التي سنتعلمها خلال دراستنا للجبر لإيجاد قيمة الـ X فتحصل على X تساوي 2 إذن أنت بحاجة إلى دفترات 2 للحصول على 6 دفاتر المطلوبة في ورقة الطلبات لاحظت معي أكيد كيف أن الجبر ساعدنا على حل المشكلة باستخدام الرموز والأرقام ولكن في أي المجالات نحتاج الجبر؟ الجبر هو أداة قوية يمكننا استخدامها في حياتنا اليومية وفي عدة مجالات ففي التجارة مثلاً يمكننا استخدام الجبر لحساب الأرباح والخسائر أيضاً في العلوم نستخدم الجبر لحل مسائل في الفيزياء والكيمياء وحتى في حياتنا اليومية يمكننا استخدام الجبر بشكل غير مباشر فمثلاً لتقسيم فتورة بينك وبين أصدقائك يمكنك استخدام الجبر وهو من أهم فروع الرياضيات الأساسية حيث يستخدم لحل المعادلات والتحديد قيمة المجهول والكثير من العمليات الأخرى ولننكز هنا على مفهوم الجبر في الرياضيات وطريقة استخدامه وتطبيقه بدأت في الرياضيات التعرف على الحساب والذي يركز بشكل أساسي على العمليات الحسابية الأربعة الجمل والطرح والضرب والقسمة ويعتمد على الأرقام فقط في المقابل فإن الجبر مفهوم أوسع وأكثر شمولاً من الحساب حيث يستخدم الحساب كجزءاً من أدواته ولكنه يتوسع ليشمل متغيرات والمعادلات والمتباينات والكثير من المجالات الرياضية مما يسمح له بحل مسائل أكثر تعقيداً وذلك يكون الجبر هو إطار أشمل تضمن الحساب ويستخدمه كوسيلة لحمل المشكلات الأكبر والأكثر تعقيداً ممتاز الآن وقد أخذنا لمحة عن الجبر وما يمكنه فعله استعدوا معنا لأننا في Miss Math Plus سنبدأ سلسلة مشوقة وكاملة لفهم هذا العالم الرائع انطلاقاً من حل معادلة خطية بعملية واحدة ثم حل معادلة خطية بأكثر من عملية حسابية ومن ثم حل معادلة غير خطية بمتغير واحد يليه حل أنظمة معادلات خطية بمتغيرين ثم حل أنظمة معادلات خطية وغير خطية بمتغيرين وستكون هذه فقط البداية حيث سنبحر في عالم الجبر إلى أكثر من موضوعات حل المعادلات في كل فيديو سنكتشف مهارات جديدة ونتعلم كيف نحول المعادلات إلى حلول ونستخدم الجبر للتغلب على كل التحديات لا تفوتوا أي جزء من هذه الرحلة المليئة بالتحدي والإثارة اشتركوا الآن وفعلوا الجرس واستعدوا للانطلاق نحو عالم الجبر المذهل وإلى أن أطقاكم في أول حلقة من سلسلتنا الجديدة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر